الوثائق توضحه والتي حصلت عليها طبعا نيويورك تايمز الاستراتيجيات التي وضعتها قيادة حماس لشن هجوم السابع من أكتوبر هجوم أطلقت عليه حماس اسم المشروع الكبير وخططت لتنفيذه في خريف عام 2022 لكن الموعد تأخر بسبب رغبة القيادة في إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة قبل هجوم السابع من أكتوبر بثلاثة أشهر أرسلت حماس مسؤولا رفيع المستوى إلى لبنان للقاء قائد إيراني كبير وطلب المساعدة في ضرب مواقع إسرائيلية حساسة مع بداية الهجوم لكن المسؤول الإيراني وفق الوثائق أبلغ حماس أن إيران وحزب الله يدعمانها من حيث المبدأ لكنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير الرد الإيراني وفق الصحيفة أقنع حماس بضرورة المضي قدما في الهجوم من دون مشاركة حلفائها الكاملة عامل آخر دفع حماس لشن الهجوم حينها وهو اضطراب الوضع الداخلي في إسرائيل بسبب الإجراءات التي اتخذها بين يمين نتانياهو لإصلاح القضاء وفي إشارة إلى السرية التي رافقت التحضير للهجوم تطرقت الوثائق لقرار السنوار بإبقاء خطط الهجوم سرية وبعيدة عن العديد من مقاتلي حماس من ذوي الرتب الدنيا حتى قبل عدة ساعات من التنفيذ بموازات ذلك أضافت الوثائق أن السنوار ناقش في اجتماع مع القيادة قبل الهجوم احتمال شن إسرائيل هجوما كبيرا وقاسيا على القطاع وهو ما يتطلب تضحيات كبيرة من المقاتلين والمدنيين على حد سواء اشتركوا في القناة